الحمد لله رافي للذن وقابل التوم شديد العقاب للطور لا إله إلا وإليه المصير رحمد الله وأشكره ومثني عليه وأستغفره أسألك لي ولكم من فضله العظيم وأصلي على مبعوث رحمة للعالمين إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد الله ما تصلي وسلم وبارك أنعم عليك وعلى آله وأصحابه أن يستنى بسنته واتدى بهداء إلى يوم الدين أيها الأخوة والأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله بأسماء الحسن والصفات العلا أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعله فرقنا من بعده معصومة وأن لا يجعل فينا شقية ولا محروما الله ما يمن جمعتنا في هذا المكان اجمعنا يوم أن نلقاك في ظلك يوم أن ظل إلا ظل ثم اجمعنا بعد ذلك في الجنة إخوة على سر المتقابلين اللهم اقبل العمل واغبل الزلد اللهم اقبل العمل واغبل الزلد رحمتك يا رحمة الرائمين أيها الأكارم إن من أعظم من الله على عبده أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يتجاوز على سيئاته والله جل وعلا من أسمائه الغفور ويقول في الكتاب على الشهر الكريم سياماً وقياماً أنهم يرجون ذلك الوعد في هذا الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صار رمضان إيماناً واحتساباً وغفر له ما تقدم من دمه وقال أيضاً من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دمه وقال من قام ليلة قدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دمه فهذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختار للترغيب والإقبال عن عمل بشوق وبرغبة ويمكن نسميه تحفيز أن ذكر عليه الصلاة والسلام المغفرة فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يسيراً لا والله لقد ذكر شيئاً عظيماً فهذه الحديث لا يعرف قدرها إلا من عرف أهمية المغفرة لا يعرف قدر هذه الحديث إلا من عرف همية المغفرة ولا يعرف همية المغفرة إلا من عرف خطورة الدم وآثاره في الدنيا وفي الآخر لذلك الإنسان يريد إذا كان هكذا يريد أن يتيسر له أي سبيل يطفر الله له به ذنوبه ويكفر عنه به سيئاته ولذلك أيها الأخوة الأحبة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية قضية المغفرة أنها من أهم ما يبغي لقربه الإنسان عندما قال عليه الصلاة والسلام من تعارفن من الليل فقال لا إله إن الله وحده ولا شريك سبحان الله والحمد للله ولا إله إن الله والله أفره ولا حول ولا قوة إلا بالله قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال بعد ذلك اللهم اغفر لي أو دعا استجيب علي فبدأ عليه الصلاة والسلام بذكر وجاء أبو موسى أشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحب بسالة من عمه أبي عامل رضي الله عنهم أجمعين بأنه يقرأ إلى البي صلى الله عليه وسلم السلام ويطرم منه أن يدعو له فقال عيسى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبدك بعمل فمن أعظم ما يدعى به الإنسان من أعظم ما يبغي أن يسأله الإنسان أن يسأل المغرب ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين هو اسقرني قال عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنه من لقي يومينكم فليأمره أن يستغفر له ما قال عليه الصلاة والسلام فليأمر أن يدعو له بطول العمر ولا كثرة المال ولا الولد قال فليستغفر له لأنه مغفرة عمر أمر أعظيم ولما تيب على كعب أجمالك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما حصل منه من خطار في غزو التبوك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه صلى الله عليه وسلم أمشر يا كعب بخير يوم مر عليكم منذ ولدك كون لماذا لأن الله قتاب عليه وغفر له فهذا ينبغي لكون من أعظم الهموم والانتمامات كيف يغفر الله الحب ولذلك هذه كلها النصص وغير كثير تدور على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار محفزا ومرغما عظيما وهو المغرور لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ما معنى إيمانا ما معنى احتسابا إيمانا أي بفريضة الله إيمانا بالله جل وعلا إيمانا بأنه قد فرض على عباده وأنه رؤون أركاء الإسلام فيعمله كذلك ثم احتسابا أي احتسابا للأجل والتوافق ينبغي وهذا فيه إشارة مهمة أن ينبغي على العبد إذا أقبل على العمل أن يدائما يتسبي يعني دائما يتذكر أنه يفعله وتقربه يا الله جل وعلا ربما كثير من الله أيها الأخوة أيها الأخوة يعمل ربما عبادات يعملها معا يعني عادة دائما تذكر إذا أقبلت على شيء من الطاعات أنك تعمله اتسابا للأتعب من أجل الله تريد ثواب الله تريد ثواب الله لأن بعض الناس ربما كما قلت لك يصبح العمل عنده عادة والفرق بين العادة والعبادة شيء في القلب النية هنا ماذا تنمو ولذلك قالوا إن مدار الإسلام أو عمل المسلم على حديثين ولذلك قالوا هذا الحديثان هما الدين ونصف أو أحد هذه الحديثين متعلق بالباطل وأحدهم متعلق بالظايم الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال مقبولة معتبرة صحيحة بالنيات بحسب نية الإسان فهذا ميزان للباطل ميزان للباطل الأعمال بالنيات حسب نية الإسان وتوجه يعطى الأجل قد يعمل الرجلين أو يعمل الرجلان عملا واحدا في صورة واحدة وهيئة واحدة ولكن بينهما في الأجل والثوى مثل ما بين المشرق والمغنف أحدهما يرتقي بعمل هذه بعض الدرجات والآخر عيد من الله يفسد لماذا؟ بشيء في قلوبه مع أن الصورة الظاهرة عملا واحدة فهذا فيما يتعلق بيزان الباطل طيب الله الحديث الآخر بحديث عائش رضي الله عنه يقول النبي صاصر من عمل عمل ليس علي أمر رفا ولد هذه الأعمال الله فأي عمل يعمل الإنسان ليس على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم مردود على صحيح إذن العمل إذن الشيء الباطل إذا لم تكن نيتك لله جل وعلا رد عليك العمل وما قبل يقول الله جل وعلا بحديث القدس أنا أغل الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركها وهذا فيه وعيد بأن الله يترك هذا الإنسان فسر الله العبو العالم فهذه ما يتعلق الباطل الله كذلك يبغي أن تكون أعمالك موزونة بميزان الهدي النبو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخواني حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأدمه وأشهد أن محمد رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله تعلم بإقرار القلب أولا ونطق اللسان لكن هذا هو إخلاص العمل والتوجه له به دون غيره أشهد أن محمد رسول الله أيضا فيه توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتبع أحد ولا أهتدي بهدي أحد إلا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذه أيها الأخوة الأحباء مسألة مهمة جدا وهي مسألة حرص الإنسان على تكفير سيئاته ومغفرة ذنوبه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رغبنا وحفزها في قوله يقفر له وسقطا من النبي فقد اختاره أمرا عظيما ينبغي أن نحرص عليه فنحرص على الصوم إيمانا واحتساب نحرص على قيام رمضان يا عباد الله نحرص على هذا القيام حرصا عظيما حتى نحص على هذا الأجل ما جعل الناس والله يا إخوان الذين يعرفون قدر المغفرة يتسابقون في طاعة الله وفي الصيام وفي القيام إلا رجاء هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم منه أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب السيوء لا يحرمنا من هذا الجود وإن يعطينا هذا الفضر وأرحم الرحيم من أرمب العالمين فإيمانا واحتسابا إذا أقبلت على عمل فاحتساب كل شيء الصحابة رضي الله عنه تعلموا هذا حتى يقولوا قائلهم والله إذني لا أعتسب على الله نومته إذا نمت وقومته كيف حتى النوم قال نعم إذا نمت أجعل هذا النوم عباده بأذنه لذا ننام لأتقوى على طاعة الله واللغمة شو قلنا بيسراء كامل الآن ننظر في عمل عمل عادي نعمله كل يوم ما في أحد الآن مسؤول عن وسراء له وهو يتولى شعونه فيما يتعلق النفقة عليه روح الميقرو والله أحدهم يقول لي زوجتك أنت ما عندك شيء لدائك جين 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 ما في فجاء مرة خارج من الزباب بغتروا خذ أقنمكم الله كيس الزبال أرمي معاك بره أنت تبقى خذ نرطيك خذ ما في مشكلة فنظر هذا العمل يوميا تقريبا كل مرة لو خبز يا أحد شوفوا الفرق بين واحد يحتسب واحد خلاص يعني عملها عادة كل يوم أنا وأفجاري ربما ما غير مسلم طبعا ولا كل الناس لكن شوفوا المسلم لو أنه احتسب كيف يكون عمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لنتم في قنافقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعله في فيه امرأتك يعني في فمه وهذه الكلمة كلمة في فم امرأتك ربما تحمل نفس الصورة نفس العمل يعني يحمل هذا يعني من قبيل الملاطبة مع الزوجة وربما أوسع من هذا لأن هذا الذي تضعه في فمها أعتلى ليعبرته يعني المقصود أنك تطعمها لن تنفق نفقة تبتغي بها شوك تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى انفقك على هذا سيأجرك الله تشوف تبتغي بها وجه الله هذه قضية الاهتساب هناك الإيمان والاهتساب فالإنسان إذا عمل العمل يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى احتسبوا أجر الله طيب هذا الدعاء الذي ينطلق كل يوم من فم الملك الذي ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول وحدهما اللهم أعطي منفقا خلق ويقول آخر اللهم أعطي منفقا اتلا طيب من أعظم الإنفاق ينفاق على الأهم وسد حاجاتهم وقضائهم وأن تجعلهم لا يعتاجوا إلى غيرك فهذه الدعوة تصيبها إذا كنت تحتسب الإنفاق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم تصدقت به على مسكين ودرهم أن أطعمته عيالك أو قال دي ناط حديث خيرها وأحبه يا الله الذي أطعمته عيالك يعني حصل بسببه أنك أعففتهم وأغنيتهم عن سؤال الناس فهذه كله أيها إخوة الأحبة مرتبطة بقضية الاحتساب أنا أعطيك بعض الأنفذ وهكذا إذا لو أن الإنسان يحتسب خطواته عندما يمشي المسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضع عبد في بيتي ثم خرج لا يخرج من بيتي إلا الصلاة أو في الحديث لا ينهزه لم يخطو خطوة إلا رفع الله بأدرته وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة كما ترى على الصلاة طيب هذا شيء تعمله لابد حتى تتصل لابد أن تنشي لكن جانب الاحتساب مهم أنني أحتسب ولذلك فرض بين عمل عملنا نحن وعمل أولي الرجل اللي يسمع هذا الحديث في من مضى من السر يخرج من بيته إلى المسجد فماذا يفعل؟ يقرب خطواته ما يمد الخطوة ما يمد رجل ومده طويل هذا هذا كيف؟ يعني لو كان الأفرد بالعدد يحتاج من البيت إلى المسجد مدر المئتين خطوة هو بتقريب الخطوات يجعلها ثلاث مئة هذا ثلث في أي شيء؟ في كسب الحسنان في نفعة الدرجات شاهد هذا هكذا كانوا يتفنن نحن يتفنن في الدنيا كيف نقصد الدنيا؟ هذا حالنا نسى الله أن يصحيحنا فانظر هذا كيف؟ لو لم يحتسب ما فعل هذا الشيء إذا ما يحتسب ما يفعل هذا الشيء طيب أدخل المسجد وأجلس وأجلس هكذا لا أحتسب جلوسا في المسجد بعضهم يقول يجعلهم المبمن ما بالانتكام فبعضهم يعلم يقول انتكام ونحن بالإنسان يحتسب جلوسا وأبقاؤه بالمسجد أحيانا أنا ما عندي شيء لا أخرج بيتي بعيد خلينا نجلس نين العشرة هكذا فقط جالس عند البيت بعيد لكن كيف لو قلبت أمر ما جعلته نية إنتسبت أن تجلس ما بين الصلاتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط في الحديث هذا إيش أنا أدلكم على ما يمحوا الله بي الخطايا وارفعوا بي درجات قالوا بنا يا رسول الله قال إسباموا الوضوع المكاري وكثرة الخطايا مسارك وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فذلك الرباط يحتسب الإنسان بكل شيء يعني تفعل تعمل معروف مع أخي المسجد بدون احتساب بدون نية لا تستفيد لا أنوي يعني أنا أريد مثلا إنسان يمشي في الطريق وليد عندنا عمل عظيم من أعمال الذي يحب وراجل وعلا وهو يدخل السرور على قلب أخيك المسجد يدخل السرور عليه فأنا وجدته فأرجونا ندخل السرور على قلب تعال تفضل أنا ونوصل الآن بهذه النية أكسب أجر عظيم أحب العمل إلى الله سرور تدخل على قلب أخيك المسجد سرور فأنت الآن بالنية إذن تحول كثير من أعمالك التي قد تعملها عادية عادة شيء طبيعي أعملهم لكن من فضل الله في هذا الذين أنك تستطيع أن تحول كثير من العادات إلى عبادات فهذا تدريب في رمضان كلها قال إيمانا واحتساب إيمانا واحتساب في الصور في القيام في قيام العيدة القدر يريد أن يعلمنا عليه الصلاة والسلام لا تتجه إلى عمل إلا وتصورت أو جعلت فيه خيلتك التقرب إلى الله بهذا العمل حتى تدرب نفسك على هذا أنك تريد أن تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل في الصغير في الكبير في كل شيء حتى في ترك ترك ماذا في ترك أذى الناس حتى في هذه يعني تكف الأذى على الناس بنيات يؤجرك الله جل وعلا بنيات يدخلك بها الجنة هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلا هذه وسلم فلما جاء إليه أبو ذر رضي الله تعالى فسأله وقال يا رسول الله ما لا ينجي العبد من الناس الحديث عظيمها فيه أعمال كثيرة من أعمال البر والخير وأبو ذر رضي الله عنه كان كثير السؤال وعظيم الاستفاد فلذلك قال يا رسول الله ماذا ينجي عنك من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله يعني أن يكون من المؤمنين من المسلمين ويأتي بالفرائل الإسلام شرائع لسلم قل آمنت بالله ثم استقف هذا المفصول قال يا رسول الله إن مع الإيمان لعمل يعني فيه شيء آخر غير الآن الأشياء الأساسية والقضايا الرئيسية القربات الأخرى فيه أشياء أخرى تبسل قال له عليه الصلاة والسلام يرضخ مما رزقه الله الرضخ والاستقطاع يعني عنده رزق يأتيه شهري ولا محل نفرق ألف مثلا يقتطع هذا معنى يرضخ يعني يجعل جزء منه لله هذه مئة صدقة إحسان المهم أن يقتطع منها جزء فقال هذا أنا أنتريد أن ينجيك مننا هذا العمل اقتطع جزء مما أعطاك الله جل وعلا ومن عليك به من الجزء تجعله لله جل وعلا هذا ينجيك من الناس أي أبو ذا الروح لا أبو ذا ما يروح قال يا رسول الله رأيت إن كان فقيرا ما في طريق ثاني سؤال منطق هذا أو لا أنت تقول يرضخ مما رزق طيب واب ما عنده شيء هو ينتظر لحد يمطيه فقير قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف ويناعي منك لأن هذا فيه هذاك عطاء وهذا أيضا عطاء فأنت الآن تعطي الفقير لكي تنقذه من الهلاك ومن الموت وأيضا تأمر معروف وتنقذه عن المنكر لتنقل أخوك من الناس وتوصل له سمي الجنة إذا رأيته واقعا فيما لا يحبه الله جل وعلا أو مقصرا فيما أمر الله به تأمره بالصلاة تأمره بالزكاة تأمره بالفعل الخير تنهى عن المنكر تنهى عن تبك الصلاة تنهى عن شرب الخمر تنهى عن المخدرات المسكرات المفسدات تنهى عن الظلم إذن هذا الثاني أي خذ آبدا لا ينشي قال يا رسول الله رأيت إن كان عييا والعي هو الذي لا ينسل التأبيل يعني هذا المنكر أحتاج إلى واحد يستطيع أن تكافل عندها دليلة بعض الناس هناك شكرا وتعالي يقول له طيب جيب ما الدليل لهذا الشيء ما وصحي ما الدليل على أني لا بد أن أبكر فهناك من يستطيع هناك العي هو ما يستطيع يقول له أنا ليش أولطنا بسيطة بها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مرتبة أخيرة للإنكار قال عليه الصلاة والسلام مضع منكم منكر فليغيروا بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضع يعني يمكن يعني ما يحب هذا الشيء نحن ما يستطيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق أيضا هنا الأخرق هو الذي يعمل شيئا لا يجيده هذا في العمل يعني إنسان مثلا خرجت الآن وجدت واحد واقف أمام السيارة ما يدري ما فيه قال هذا الدولاب يرسمون وأنا ما أعرف ما أعلم ما أعلم ما أعلم ولا طيب تعال جم المفتاح رفن مفتاح هذا هذا تعينه هذا في هذا الباب في هذا الشغل الذي أمامه هو أخرق يعني ما يمسه قد يكون في غيره المهم منك تقدمه يعني فهبتا رضي الله عنه أيضا خلاص لا ما زال قال يا رسول رأيت إن كان هو أخرق رأيت إن كان هو أخرق هو ما ينسج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينصر مظلوم شوف إنسان مظلوم فينصره يقف معه يدافع عنه قال رضي الله عنه يا رسول رأيت إن كان ضعيفا ما يستطيع أن أصعوه ونفسه ضعيف كيف ينصر ما الذي ينصر المظلوم يحتاج لكم طوي فالنبي عليه السلام قال يا أبي درب انتفت إليه قال يا أبي درب ما تريد أن تترك في صاحبك بالخير ما ينصر شيء ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يعني أنت الآن أغربت جميع جاءتهم فقير وعيي وأخرق وضعيف لكن أبو ذر مصمم لازم تعطينا طريق يدخل الجن لو كان اجتمعت في إنسان قد تجتمل بإنسان ومع ذلك إنسان سأله هذا التساغ اللي يلفل نظره بأنه ما يوجد إنسان ربما تجتمل في هذه كل قد يوجد فيه شيء ولا يوجد فيه شيء لكن وضع جميع الانتمان هذا من فقه وهذا من مصرحة لأنه هذا من نعمة الله علينا الأم أخوان أن الله جل وعلي ختاب عند نبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأغراء الذين استنتجوا مثل هذه الدورة ومثل هذه البنوم من النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجواها من من توفيق الله مع أن طالوا هذا قالوا عليه الصلاة والسلام أما تريد أن تترك صحيح والخير ثم قال يكف أداه عن الناس يكف أداه عن الناس قال يكف أداه عن الناس لا تؤمن فالجارة له حق حتى ولو لم يكن على دينك فيبقى له حق واحد فجارة لا إما أن يكن على دينك جاوب فالجراء الثلاثة جاوب وإنه مسلط وجاوب مسلط وجاوب قريب ومسلط فالأول لو حق لما لا حق حق الجوار طيب والثاني حقان حق الجوار وحق إيش الإسلام طيب والثالث ثلاثة حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة فهم بغي أن نرحض كف أداه عن الناس فعلى بني ما كرمكم الله ما أضع أشياء على الباب وفسي على الناس بطريقة ما يخرج من بيتي أشياء أصوات مزعجة أذيه وذيهم بسيارتي وذيهم بصوتي كل هذا يا أخوان ينبغي أن نتنبه له ولذلك أنا أقول في هذه المناسبة نحن الآن في هذا المسجد لنا جيران فينبغي أنه رأي حقق جيران إليه عباد الله هذا من الخطأ أن يأتي الإنسان ويتصور تصورات ما هي صحيحة أو أنه لا بد أن يجعل نفسه خصماً ومخاصماً للناس كلهم ويتصور أن هؤلاء يعادونه وأنه يقرهونه يا أخي هل ذي في قلوبه لا يعرفوا إلا الله هل في هذه اللحظة هو وقعت أنتها في خصومة عندما آتي أنا هو أذين هل هو وقف لك إذا كان في قلبي بغض لي أو للإسلام أو المسلمين هذا شيء يحمله في قلبي لكن هل هذا البغض حملوا على اليه في هذه اللحظة أنا وهي في خصومة هل وجدت قائمة في أذيتي ودافع عن نفسي من التي أحسن لكن على المصلة فينبغي أن نراح وحقه فالنبي صحيح قال يكفوا أداك عن الناس لا تغذي أحد وهذا من الأعظم ما يقول يا أخوان أن نجعل هذا الأمر أمام عيوننا نكفر أذى عن الناس لأن حقوق العباد هذه المقفرة تحدث أنا آخر في الدرس كل يتعلق بحقوق الرحمن جدا وأنا إن شاء الله سألوك للدرس سنتكلم في عن هذه المسألة مسألة لا تغذر عن حقوق العباد لكن يكف أذى عن الناس فدائما بني أنا أكف أذى لا أريد أن أذي أحد أخرج من الدنيا أنا بريها من أذية أباد يا أخوان والله ما أذن الله لنا أن نغذي الناس ولو بإدخار الحزن على قلوب والهم على صدور ما يجوز ما يجوز تغذي المسلم بأن تحزنه تغذبه تجعله يحمل في قنبه حزم أو هم فكيف ما هو فوق ذلك إذا كنتم ثلاثة ثلاثة إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي أثناني دون الثالث ما هذا المناجه تتكلموا إما بينهم همسا أم 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 قحطاني هذا ما يعرف فرنسي يتعرفون الفرنسي يعرفوا عرب يتكلموا فرنسي ونجاز تتكلموا عرب هذا من المناجه لأنني لا أعرف ماذا يقول فالنبي عليه السلام يقول فلا إذا كنتم ثلاثة أثناني دون الثالث طيب لي لماذا شوفوا السبب قال لأن ذلك يحزنهم فالنبي عليه السلام لا يريد أن تدخلهم لماذا لأنه مهما سيدخل على قلبي لماذا يعني أنا مالي لست أهل من أعرف ماذا يتكلمون فيه أو ربما يظن يتآمرون عليه حوما إلى ذلك فهذا كله حتى لا تدخل العزن فإذا كان هذا الأمر له أي سر شيء ممنوع فكيف يكون فؤداءه عن الناس لكن كما قلت بنية طيب أبو ذر رجل يسأل حديث إذا قال يا رسول الله إن هو فعل دخل الجنة السؤال في الأول قال ماذا ينجعك من النار يريد أن يمكن له إن هو فعل دخل الجنة قال له حبيب نصر الله سلم ما من عامل من يعمل بخصلة من هذه الخصاب التي هي أربع إلى خمسة كم خمسة لا يرضى أو لا يرضى ما رزب على الله يعلم معروفنا عن منكر يعينهم يصرم الأخرى والأخير ينصر مظلومة هذه أربع هذه فعل هذه أنت تقدم للناس فهذا الرجل ما أن تشعر كما قال النبي صلى سبيل ما تريد أن ترك صاحبهم من خير يعني هو ما يستطيع أن يقدم الآخرين شيء لا يعطيهم ولا يعينهم ولا ينصرهم شوفوا الآن جاءت القضية أكسية أنت ما تستطيع أن تبذل وتقدم ماذا قال كف إلى أنت الآن يمنع نفسك إذا لم تستطع أن تقدمهم خيرا فلا تفعل لهم شرة لا تفعل لهم خطأا فقال له هذه ما تستطيع كف نفسك تمسك يديك تمسك رجلينك تمسك رجليك تمسك تستطيع فهذه الخامسة يكف أذوة عن الناس ما من عامل يعمل بخسرة من هذه اتصال واحدة إلا أخذت بيدي حتى تدخله الجنة بسأل الله أكبر لهم فانظر أنت ما حرب من هذه الخصار المقصود يقول يخوة الأحبة احتسب يا عبد الله كل شيء تعمله عند الله وأعلم أن ربه يقول في كتابه وما تفعل من خير وما تقدم لأنفسكم يقول جل وعلا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا لأن الله جل وعلا لا يعطيها لعسن بثنا ولا بثنا ولا ثلاث ذلك عشر فقط لا إلى سبعمائة الظهر العشر مذكورة من القرآن والسبعمائة مذكورة من القرآن وفقط لا ويضاعف لما يشهر سبحانه الله في شيء ما ويعطي بغير حساب جل وعلا في أشياء يعطي فيها بغير حساب سبحانه الله إنما يوفي الصجرون أجرهم في غير حساب من الأعمال التي لا ندري كم أجرها وحسابها عند الله هذا الذي أنتم فيه الآن ناصيان تقبل الله من اليوم منكم الصوم لي وأنا في بداية الحديث الحسن في عشرين ثان إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه ما في عشر الله في نجري إن الله أعلم أخفى الله ثوابه لعظمه ولأنه جسر من الصبر أو سمي ربضان في الحديث شهر الصبر فلأن الله يوفي الصبر الأجر بغير حساب في الصيام عمل عظيم وهو جانب من الجوانب الصبر المهمة فلذلك أيها الأكارب أيها الأحبة نحتسب وأجده في طاعة الله سبحانه وتعالى لما تقرب إليه ما يرضيه ونمشر فإن ربنا نجده على كريم بسم الله كريم وهاب شكور كم اسم هذه ثلاثة الله كريم الله وهاب الله شكور هذه الثلاثة الأسماء تحتاج مننا إلى وقت إن شاء الله نتكلم في درس فقط عن هذه الثلاثة نتكلم في درس آخر إن شاء الله عما يتعلم يكفي الهدى عن الناس بحقوق العباد يبغي أن نجعلها أمامنا ونحن نتقرب الله بهذه الأعمال نريد مغفرته نريد مغفرة ماذا ذنوب كلها ولا نصفها ولا جزء منها الأصل من اللي سنريد مغفرة الذنوب كلها فالذنوب لها جانبان لا بد أن نعرفها أسأل الله جل وعلا اللهم نفعلنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة